أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير نحييكم أجمل وأطيب تحية من أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين لسباقات الهجن ينطلق بحفظا من الله ورعاية الشهوط لا يقل وهمية هو الشهوط الذي يخصص للحول المهجنات الأصائل نذهب مباشرة إلى مقدمة الشهوط وإلى المركز الأول لنجد مع المقدمة والصدارة متعبة تعود الملكية لخالد بن محمد بن صالح لنيبي من يقدم لنا متعبة مع مقدمة الشهوط ومع المركز الأول ثاني المراكز اللي في المركز الثاني تنطلق مباشرة شبابة أبخيط بن محمد بن أبخيط القربوع المري من يقدم لنا شبابة من تحتل المركز الثاني المركز الثالث الوصول من أشواق لعبيد الله بن حمد بن محمد العديني من يقدم لنا أشواق تحتل المركز الثالث رابع المراكز اللي في المركز الرابع الدرعية عاطف بن حطية بن حسن القرشي من يقدم لنا الدرعية تحت المح المركز الرابع نشوف اللي في المركز الخامس تتدخل بانطلاق ممتاز وبمسار جميل مشاهدين الكلام بهذه الانطلاق والمسار الممتاز في هذه اللحظات تمغيظة لسعادة فريق بن علي بن حمود الظاهري من قدم لنا ميلان في هذا الصباح بدون أي توامر بناموس وشرف واحتزاز بقيادة الحاسم من يتابع هذا الانطلاق حمد بن حمدون الوهيبي بن سلطان يتابع لنا هذا الشعار اللي صال وقال بالانجاز وبن نواميس الوصول والقدوم مشاهدين الكرام مع المركز السادس في هذه اللحظات مرحبا بهذا الشعار ومرحبا بهذا الاسم انبشر لسالم بن احمد بن دري الفلاحي اسم تاريخي بالفعل سطر حرف من ذهب بن نواميس وبالذهب وبالفوز صاحبة السيف في جائزة زايد الكبرى راعة العوايد ما تخلي عوايدها المركز السابع سابع المراكز هناك القدوم من هجر تعود الملكية لمكتوم بن شيبة بن علي السبوسي من يتابع الانطلاق ابو محمد يرافق هذا الشعار راشد الهاشمي القدوم والوصول مشاهدين الكرام من ميثاق اسعيد بن احمد بن دري الفلاحي من يقدم لنا ميثاق وتتقدم مباشرة وتنتزع المركز السابع ثامن المراكز خاويني لسعيد بن سهيل بن احمد الدرعي من يقدم لنا هذا الاسم و هذا الشعار الوصول والقدوم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات من تتقدم الصمود تعود الملكية لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهري الشعار الاقتصادي شعار النواميس والذاب بالفعل ينطلق مشاهدين الكرام و يقدم لنا الصمود الوصول من ملوح لحمد بن سليم بن حربي بن محمد العامري هكذا النتيجة مشاهدين الكرام و النداء الاول للعشر لوائل المنطلقة من تزين ارضية هذا الميدان ميدان الوثبة عاصمة الملائم بالفعل لا نعوده للمقدمة لا نعوده للمركز الاول من تسيطر مع مقدمة الشهوط و مع المركز الاول متعبه مع البداية متعبه مع الصدارة مع مقدمة الشهوط قالت بن محمد بن صالح ألي نيبي من يقدم لنا متعبه مع البداية والصدارة المركز الثاني أشواق أشواق مع المركز الثاني عبيد الله بن حمد بن محمد العديني يتقدم و يقدم لنا أشواق ويا شوقها للناموس أن تهديها لعديني في هذا الصباح المركز الثالث ثالث المراكز مغيظة لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهري من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار مع المركز الثالث رابع المراكز هنا شباب أبخيت بن محمد بن أبخيت القربوع المري يقدم هذا الاسم مع المركز الرابع في هذه اللحظات خامس المراكز الدرعية عاطف بن عطية بن حسن القرشي من يقدم لنا الدرعية مع المركز الخامس المركز السادس خاويني سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي من يقدم هذا الشعار تحتل المركز الخامس أو سادس المراكز اللي في المركز السابع هناك بشرة تعود الملكية للشبل سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم هذه الاسطورة وهذا الشعار اللي صاله وقال بالإنجاز وبالنواميسي وبالذهب وبالسيوف والكؤوس الفلاحي بالفعل هناك القدوم والوصول ينطلق مباشرة هنا الجري سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم لنا أبو أحمد بوسيف يقدم لنا ميثاق تغير من مركز إلى مركز تحتل المركز الثامن الصمود تتقدم بالشعار الاقتصادي سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري من يقدم لنا الصمود بهذا التقدم الممتاز وبهذا الانطلاق الجميل أين الموقع سألتم أربع كيلو متر أربع كيلو متر عن خط النهاية انتصفنا المسافة ثمانية كيلو متر مسافة رحلة هذه الأشواط لندر الأصائل للحول المهجنات الأصائل لنعوده إلى البداية لنعوده للمقدمة إلى سكان المقدمة ما زالت في البداية الأولى ومع مقدمة الشهوط ومع المركز الأول تسيطر متعبة منذ انطلاق الشهوط وهي مسيطرة مع مقدمة الشهوط ومع المركز الأول خالد بن محمد بن صالح لينيبي يتقدم الجميع ويأتي ويأتي لنا متعبة مع مقدمة الشهوط المركز الثاني مغيظة مغيظة مع المركز الثاني سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري يقدم هذا الاسم يقدم هذا الانطلاق المغيظة المركز الثالث أشواق عبيد الله بن حمد بن محمد العديني من يقدم لنا أشواق المركز الرابع تتقدم الصمود تصل الصمود تغير من مركز إلى مركز بشعار سعادة فريم بن علي بن حمود الظاهري من يقدم لنا بو خليفة الصمود بمتابعتك يا بو سلطان بمتابعتك يا سلطان من يتابع هذا الانطلاق القادمة الواصلة الدرعية عاطف بن عطية من يقدم الدرعية تحتل المركز الخامس المركز السادس مبشرة سالم بن أحمد بن دري الفلاحي اقتربنا الحول اقتربنا الاسمام تتضح الأمور وصلنا جسر العبور ثلاثة كيلومتر عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط خاويني أسعيد بن سيل بن حميد الدرعي من يقدم لنا خاويني الوصول من ميثاق أسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم لنا بوسيف ميثاق تغير من مركز إلى مركز القادمة الواصلة هناك شبابة أبخيت بن محمد بن أبخيت الجربوع المرغي هكذا الأسماء هكذا الشعارات هكذا الملاكة المشاركين بن ندر الأصائل أسامي لها وزن أسامي لها ثقل أسامي صالت وجالت في عالم هذه الرياضة من أقل حصد النواميس من أقل حصد الفوز والانتصار طعمه غير مشاهدين الكرام بتواريخ مشرفة من أقل الفوز والناموس في عالم هذه الرياضة لنعوده إلى البداية لنعوده إلى المقدمة متعبة متعبة ما زالت تكمل المسار في مقدمة الشهود ومع المركز الأول خالد بن محمد بن صالح لينيبي من يقدم لنا متعبة ولكن الشعار اللي صال وجال الشعار الاقتصادي شعارك يا بو خليفة متابعتك يا الحاسم يقدم لنا مغيظة مغيظة لسعادة فري بن علي بن حموده الظاهري مع المركز الثاني المركز الثالث هناك مشاهدين الكرام اللي هي الصمود تعود الملكية لسعادة فري بن علي بن حموده الظاهري بو خليفة يقدم لنا هذا الاسم الصمود ويقدم لنا مغيظة بمتابعة بو سلطان اللي واصل وتنطلق في هذه اللحظات ميثاق ميثاق لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي وصلكم الفلاحي مع المركز الثالث بو سيف يقدم لنا ميثاق القريبي متابعة هذا الانطلاق القدوم والوصول من ملوح حمد بن سليم بن حربي بن محمد العامري تتقدم مباشرة مع الانعطاف الأخير مع المنعطف الأخير وهناك ايضا اشواق اعبيد الله بن حمد بن محمد العديني والعشوط المهجنات بدت تزداد السرعة بدت تزداد السرعة في هذا الشوط لن ندر الاصائل لنعوده الى مقدمة الشوط اللي غيرت على الصدارة واحتلت المركز الأول امغيظ 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 استلمت زمام الأمور امغيظ استلمت الريادة والصدارة والقيادة كيلو ونصف الكيلو عن ناموس هذا الشوط سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري قدم لنا في هذا الصباح هذا الشعار مع الشوط الأول الرئيسي قدم لنا ميلان ونالت شرف الناموس ونالت الفوز والانتصار بدون أي توامر تنطلق مع المقدمة في هذه اللحظات امغيظ 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 بدت تزيد السرعة بدت تشن الغارة لنا موس هذا الشوط حمد بن حمدون الوهيبي الحاسم يرافق هذا الشعار يرافق هذا الانطلاق بان الكيلو متر الأخير بان بان الكيلو متر الأخير ولكن نرى القدوم مع المركز الثاني ملوح ملوح من غيرت مع المركز الثاني لحمد بن سليم بن حربي العامري المركز الثالث الصمود لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهري وهناك خاويني سعيد بن سهيل الدرعي وهناك ميثاق سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي هكذا الأسماء هكذا الأسماء هجر مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي تتقدم في هذه اللحظات ولكن لنعوده لنعوده إلى سكان النواميس إلى سكان المقدمة غادرت الجميع انطلقت انطلقت إلى مقدمة الشهوط لنبوس هذا الشهوط أمغيظه أمغيظه اسم أحرف من ذهب سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري للمرة الثانية نقول للمرة الثانية على التوالي في هذا الصباح أمغيظه أمغيظه المركز الثاني ميثاق ميثاق سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي المركز الثالث القادم الواصلة ملوح حمد بن سليم بن حربي العامري يقدم ملوح ملوح قادمة ولكن أمغيظه أمغيظه الأقرب أمغيظه ملوح اللحظات الحاسمة اللحظات الأخيرة ما بين مشاهدين الكرام اللي هناك اللي هي شودة شودة بالقوبع 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 شودة شود أحمد بن محمد بن مصفر بالقوبع يا سلام يا سلام يا بو مصفر يا سلام يا شودة يا سلام على هذا الانطلاق والتقدم الممتاز تهانينة والناموس لحمد بن محمد بن مصفر بالقوبع المنصوري من يقدم لنا شودة شودة النواميس تهانينة والناموس على هذا الفوز لحمد بن محمد بن مصفر بالقوبع المنصوري يقدم هذا الاسم المركز الثاني مغيظة سادة فريب بن علي بن حمود الظاهري المركز الثالث من وصلة الدمعة محمد بن علي براهش بالسمى المنصوري المركز الرابع رابع المراكز شباب أبخيط بن محمد بن أبخيط القربوع المري والمركز الخامس خامس المراكز ميثاق سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي هكذا النتيجة ولكن حسمها بالقوبة تهانينة والناموس الأحمد بن محمد بن مصفر بالقوبة المنصوري من قدم لنا شودة في هذا الصباح بالفعل ونالت شرف النموس قاطعت المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام توقيتنا الزمني في هذا الصباح تحت أقدام شودة لحظة وصولها إلى خط النهاية تسجل التوقيت الأفضل تحت أقدام شودة قاطع المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 55 ثاني ثمانة من الأجزاء تهانينة لملكها شودة أحمد بن محمد بن مصفر بالقوبة المنصوري مع التوقيت الأفضل والممتاز في هذا الصباح تحت أقدامها شودة المركز الثاني مغيظة سعدة فري بن علي بن حمود الظاهري قاطعت المسافة 12 دقيقة 58 ثاني جز واحد من الثاني المركز الثالث هناك دمعة محمد بن علي بن راشد بالسم المنصوري قاطعة المسافة في زمن وقدره مشاهدين الكرام هناك توقيت الزمني 12 دقيقة 59 ثاني أربع من الأجزاء هكذا كانت النتيجة المركز الرابع رابع المراكز مشاهدين الكرام شباب بخيت بن محمد بن بخيت القربوع المري قاطعة المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 59 ثانية سبعا من الأجزاء خامس المراكز هناك مشاهدين الكرام اللي في المركز الخامس ميثاق سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي قاطعة المسافة في زمن وقدره 13 دقيقة بدون ثواني بدون أجزاء هكذا كانت النتيجة تهانينا والناموس لمالكي شود أحمد بن محمد